كنقدم لكم بنفسي أنا ياسين الكحل أستاذ بالمدرسة العلية التكنولوجيا منسق لليسونس بروفيسيوني الميكاترونيك السبب دي الزيارة جاء في إطار الأنشطة اللي كتقوم بها المدرسة دينا المدرسة العلية التكنولوجيا في إطار الانفتاح للمؤسسات اللي كتقوم بنفس المهام دينا هات الزيارة جاءت كمحاولة الاكتشاف يعني تجارب خرى تجارب اللي هي رائدة في مجال تكوين دونك سمعنا بتجربة ديال إيكول تخيز تخونتسات دونك واحد تجربة اللي هي رائدة عندها واحد الكونسابت ان كونسابت بيداغوجي مختلف على باقي المؤسسات دونك كانت هذه مناسبة باش نكتشفو كتر يعني شنو هما الاليات اللي كتشتغلوا بها شنو هما العروض البيداغوجية والترباوية اللي كتقوموا بها دونك هذا هو السبب ديال الزيارة دينا الهنا دونك الاغلبية الطلبة اللي جاو كانوا تخصوص ديال انفورماتيك تخصوص ديال ميكاترونيك وكين جيني اندوستخيال جمانتونانس دونك هدوما الشعاب اللي عندنا تقريبا وكل فئة جاو منها واحد شو اغلبية كانوا انفورماتيك فلا دونك الزيارة الحمد لله كنشكرو بعد التاقام تقني والتاقام ديال الاداري والترباوي ديال المؤسسة اللي استقبلنا وخدنا لهم كثير من الوقت ديالهم وحاولوا يوضحوا النقاع استساؤلات ديالنا والصفصارات اللي اللي كنا بغي نعرفو دونك الحمد لله كانت زيارة ناجحات عرفنا كيفاش المؤسسة كتشتغل خدينا افكار على احنا الهدف ديالنا كذلك ان نطوروا المؤسسة ديالنا دونك خدينا واحد الافكار اللي قيمة نقدروا نطبقوها عندنا وان شاء الله نقدروس احنا نستفدو منكم في هذا الايطار هذا احنا اسميتي انسيسار شريفي اتوديونة في الوستيبني ملل ووجيت لنا 1337 في كلب انواصيون في زي التكنيك باش نشوفوا ادشي كيفاش داير ووالا كين يعني واحد الانضيباط يعني خسكنت اتديروا الراسك يعني باش جاري الوقت ديالك باش جاري لي بخورج ديالك ما كتكونش يعني او يونطي مع واحد البروف ولا مع واحد مو قرر اللي غادي بي يعني كتمشي براسك شي حاجة مزيانة دوينا دجا مع ديزتوديون اللي شرحوا لنا كونسابت كيفاش داير وروا لنا في البسي ديالهم كيفاش دكشي كي يدوز للي بخورج ديالهم لديل اللي كي يخصومي التازمو به باش يكملوا للي بخورج ديالهم وفورا الفرق كيف ما قلت قبل هي الحرية كاينو يعني كين واحد كتتغير راسك لأمور ديالك ما كينش واحد بخوف اللي كي يقول لك دير ولا ما تديرش يعني تقدر تحضر فوق ما بريسي في الليل في الصباح وكذلك بالنسبة للإكزام يعني كي يكونوا دي بخورج يخصك تساريهم وكي تسحولك لزيتوديون نيت يعني ما كيس حلك أم بخوف ويقدر يسحلك لزيتوديون لليفل ديال لنقلة من ديالك نقيت ديالي عشرة من عشرة صراحة عجبني بزاف المنظر ومكره الشأن ان شاء الله ندفعلش ينهار ونحضر شكرا